العقل هذا الكائن العجيب الذي يتحكم في أفكارنا وتصرفاتنا لكن هل فكرت يوماً في أنه قد يكذب عليك؟ نعم صحيح قد يصعب تصديقه ولكن عقلك يمكنه أن يكون مصدراً للأكاذيب والتضليل إنه ليس لدي أي نية في تشويه صورة عقلك لكن دعنا نتساءل معاً هل تذكر المرة التي شعرت فيها بالقلق الشديد بسبب شيء ما؟ ثم اكتشفت فيما بعد أنه لم يكن سوى تخويف ومجرد وهمي؟ هل تذكر المرة التي أقنعك فيها عقلك أنك لن تنجح في مهمة معينة وتراجعة عن المحاولة؟ ثم اكتشفت فيما بعد أنك كنت قادراً على النجاح إذا ما حاولت بجدية؟ عقلك على الرغم من أنه يعتبر أداة قوية للتفكير والتحليل يمكن أن يتأثر بمجموعة من العوامل التي تؤثر على دقته وصحة معلوماته فقد يتأثر بتجارب الماضي والمخاوف العميقة والثقافة المحيطة بنا والتوقعات السلبية وحتى بمشاعرنا الشخصية يميل العقل إلى البحث عن الأدلة التي تؤكد معتقداته الحالية ويتجاهل أحياناً الأدلة التي تتعارض معها يحاول أيضاً تفسير الأحداث بطرق تتناسب مع المظرية التي يؤمن بها بدلاً من الواقع الفعلي إذن كيف يمكننا التعامل مع هذا الواقع المعقد؟ أولاً علينا أن نكون حذرين ومدققين تجاه أفكارنا السلبية والقناعات الخاطئة عندما يتبادر إلى ذهننا فكرة سلبية مثل أنا غير كثئ أو لن أنجح أبداً يجب أن نتساءل عن مصدر تلك الأفكار وما إذا كانت حقيقية أن لا ثانياً يمكننا تحسين دقة عقلنا من خلال زيادة معرفتنا وثقافتنا العامة كلما زادت معلوماتنا وخبراتنا زادت قدرتنا على اتخاذ قرارات أكثر صحة وتحليل أفضل للمواقف ثالثاً يمكننا استشارة الآخرين والاستفادة من وجهات نظرهم غالباً ما يمتلك الآخرون رؤى وأفكار تختلف عنه وهذا يمكن أن يساعدنا في رؤية الأمور من زوايا مختلفة وتحدي الأفكار المغلوطة التي يمكن أن يقدمها عقلنا لا يمكننا إنكار أن العقل هو أداة قوية ومدهشة ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون غير موثوق دائماً ففي بعض الأحيان يتأثر العقل بالعواطف والمشاعر مما يؤدي إلى تشويه الحقائق وإظهار الأمور بشكل مغير عن الواقع عندما نكون في حالة من القلق أو الخوف أو الغضب يميل العقل إلى تضخيم تلك العواطف وتكبير حجم المخاطر والمشاكل المحتملة قد يبدأ في تكوين سيناريوهات سلبية وتوقعات سوداء حتى وإن كانت غير واقعية تماماً علاوة على ذلك العقل قادر على تركيب قصص وتفسيرات متناقضة للأحداث التي نواجهها فقد تجد نفسك في موقف يثير لديك الارتباك والحيرة وتجد عقلك ينشئ تفسيرات مختلفة لتلك الأحداث مما يجعل الواقع غامضاً وغير واضح بعض الأحيان يميل العقل أيضاً إلى التعميم السريع والجعل من تجارب قليلة استنتاجات عامة فإذا مررنا بتجربة سلبية واحدة قد يقنعنا العقل بأن كل التجارب القادمة ستكون مشابهة وسلبية أيضاً دون أن يأخذ بالاعتبار التنوع الذي قد يحدث في الواقع عزيزي المشاهد هذه الأمور لا تعني أن عقلنا يكذب علينا بشكل متعمد بل هي نتيجة لتأثيرات متعددة على تفكيرنا وإدراكنا لذا من الضروري أن نكون وعيين ونتعامل مع هذه الأفكار بحذر يجب علينا أن نسعى للتحليل العميق والنقاش الذاتي للتأكد من صحة معلوماتنا وتقييم المواقف بشكل منصف عزيزي المشاهد العقل ليس مثالياً وقد يكذب علينا في بعض الأحيان لذا دعنا نكون حذرين ونسعى لزيادة وعينا وتحسين تفكيرنا واتخاذ قراراتنا فقط عندها سنتمكن من التغلب على التضليل الذي يمكن أن يعرضه عقلنا لنا ترجمة نانسي قنقر